بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرح المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنبتدي مع بعض إن شاء الله في واحدة جديدة تتحدث عن توزيعات المعاينة توزيعات المعاينة سامبلينج ديستريبيوشنز هنتحدث في هذا الدرس عن مقدمة تشمل المجتمع والعينات المسحورة من هذا المجتمع وأساليب جمع البيانات المجتمع عبارة عن مجموعة من المفردة تشترك في صفة أو صفات أو خاصية أو خاص معينة وتكون موضوع دراسة أو بحث هذه المجموعة يطلق عليها إحصائيا مجتمع الدراسة أو اختصارا بنطلق عليها المجتمع أو population المجتمع قد يكون مجموعة من البشر أو الأشجار أو النباتات أو الصناعات أو الفكهة أو هكذا بيتم تجميع هذه البيانات لدراسة خاصية ما أو خاص معينة لهذا المجتمع البيانات الإحصائية عن تلك الصفة أو الصفات يتم تجميعها بأحد اسلوبين الإسلوب الأول يسمى إسلوب الحصر الشامل أو census وفيه تجمع البيانات عن كل مفردة من مفردات المجتمع وهذا الإسلوب طبعا يتطلب وفرة كبيرة من الوقت والمال والجهد أو المجهود الفني هذه المتطلبات بتتضاعف وتزيد كلما زاد حجم المجتمع اللي هو عدد مفردات المجتمع هذا الإسلوب لا يتبع عادة إلا في حالة التعدادات التي تجريها الدول وتدعمها بإمكانيات ضخمة مثل تعداد السكان الإسلوب الثاني لجمع البيانات إسلوب المعاينة أو السامبلينج ميثود بيتم فيه جمع البيانات من جزء فقط من مفردات المجتمع يختار بطريقة أو بأخرى ويطلق عليه سامبل أو عينة ثم بعد ذلك يتم تعميم نتائج الدراسة عن المجتمع على المجتمع بأكمله أي أن إسلوب العينة يقصد به دراسة خصائص المجتمع من خلال دراسة عينة مسحوبة منه ونجاح هذا الإسلوب يعتمد على أن تتميز العينة بأقصى درجة من دقة التمثيل للمجتمع المسحوبة منه لو مسلنا المجتمع ببوكس زي اللي ظاهر عندي فيه الشكل هذا المجتمع بيكون كبير به عدد كبير من المفردات يتم اختيار جزء من هذا المجتمع هذا الجزء يسمى عينة فبيكون عندي عينة واحد واثنين وتلاتة وهكذا أسلوب المعينة بيتميز عن أسلوب الحصر الشامل اللي قلنا بيعيبه أنه بيحتاج وفرة كبيرة من الوقت والمال والجهد أسلوب المعينة بيتميز عنه بإيبه؟ يؤدي استخدام العينات العشوائية إلى خفض تكاليف الدراسة يبقى إذن المال سيكون أقل في حالة أسلوب المعينة وفرة واضح في الوقت إذن هناك وقت أقل في تجميع بيانات جزء من المجتمع اللي هو بيسمى عينة في المجتمعات غير المحدودة أو اللانهائية مثل مجتمع الكائنات الحية في البحر والمحيطات لا يمكن أبدا أن تتم الدراسة على أساس الحصر الشامل إنما يتم اختيار جزء منها وتتم باستخدام أسلوب المعينة هناك بعض الاختبارات لا بد أن تتم باستخدام أسلوب المعينة لأن إجراء هذه الاختبارات على أساس الحصر الشامل هيؤدي إلى تلف المادة المختبرة فمثلا اختبار صلاحية شحنة جيالي من الألعاب النارية سيؤدي إلى تلف هذه الألعاب النارية بالكامل فلا بد أن أعتمد على سحب عينة من هذه الألعاب واختبارها أو تحليل الدم بالنسبة للمرضى لا بد أن أعتمد فيه على استخدام العينة مش ممكن أبدا أسحب دم المريض بالكامل ملاحظة هامة البعض اعتاد على معاملة القيم اللي بيحصل عليها باستخدام العينة وكأنها هي القيم الحقيقية لهذه المجتمعات وهذه المعاملة غير دقيقة لكي يستدل على خصائص مجتمع الدراسة من خلال العينة لا بد من الأغز في عين الاعتبار المقياس الذي يستخدمه الباحث من خلال العينة الحجم المناسب للعينة خصائص كل من المجتمع والعينة والتمثيل الدقيق للعينة لخصائص المجتمع زي ما قلنا إذا كان عندي مجتمع بسحب منه عينات هذا المجتمع أي مقياس يأتي منه يسمى معلمة المقاييس الإحصائية التي تحسب من بيانات مجتمع الدراسة تسمى معالم المجتمع أو البرامترز of population يبقى إذن أي مقياس يأتي من المجتمع يسمى معلمة هذا المجتمع يحتوي على عينات ويحد اثنين ثلاثة وهكذا إذا تم حساب المقاييس الإحصائية باستخدام هذه العينات هذه المقاييس تسمى إحصاءات أو statistics المعلمة تسمى خصائص المجتمع الإحصائي أو القياسات المستخرجة منه بالمعالم أو المعلمات بينما تسمى القياسات المستخرجة من العينات بالإحصاء أو الإحصائية أمثلة متوسط المجتمع يسمى معلمة ويرمز له بالرمز بينما متوسط العينة يرمز له أو يسمى إحصاء ويرمز له بالرمز X bar لانحراف المعياري للمجتمع يرمز له بالرمز سيجما لانحراف المعياري للعينة يسمى أو يرمز له بالرمز S ملاحظة هامة جدا معلمة المجتمع تكون قيمة سابتة لأنها تمثل المجتمع بالكامل أما الإحصاء تتغير قيمته من عينة لأخرى فإذا اخترنا مجموعة من المفردات لتمثل العينة هذه المفردات سيكون لها قيمة مختلفة عن مفردات عينة أخرى ترجمة نانسي قنقر